بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله موعدنا النهاردة مع شابتر 3 وبنتكلم فيه على احد انواع الرياكشن ترباينز وهو فرانسيس ترباين في هذه المحاضرة بمشيئة الله هنتكلم على الفرانسيس ترباين الفرانسيس ترباين انستوليشن المين كومبوننت اوف فرانسيس ترباين الفرانسيس ترباين mirınرر وها قليلات الفلسيطen preangles في الفرانسيس ترباين في انلتسع و مقبول еленرأة وانلش انشاط مرتيد في الانفلوكول الفلسيطة مقبولة بانفلوكول الفلسيطة في مقبولة lifesa Breakfast حيات ان活م وفرانسيس ترباين فرانسيس ترباين الفرانسيس ثم أخيراً Volume Fluorate Calculation نبدأ أولاً بالفرانسيس تربين الفرانسيس تربين تعتبر من أحد أنواع الرياكشن تربين وقام بتطويرها أو اختراعها العالم الإنجليزي أمريكي المولد ميستر جيمس فرانسيس الفرانسيس تربين زي ما سبقوا تكلمنا في أنواع الرياكشن تربين تسمى Mixed Flow Turbine وده لأن الفلو بيدخل في اتجاه الراديل يعني المنظر اللي قدامنا ده بيوضح الريشة دي الخاصة بفرانسيس المية بتدخل في هذا المسار ثم بتتوجه للريشة دي في اتجاه الرادياس ولذلك الدخول بيكون راديل في لو and في الخروج بتكون في اتجاه الأكسيال ولذلك تسمى Mixed Flow Turbine كذلك الفرانسيس تربين كرياكشن تربين تعتمد على تغيير جزء من ال Available Head أو تحويله إلى Velocity Head ولكن الباقي بيكون في صورة Pressure Head وده قبل دخوله للرانر ولذلك الفرانسيس تربين تعتمد على Pressure Head Drop اللي بيحصل داخل الريش وتحويله إلى Power يبقى ال Pressure Head goes on decreasing as flow through the runner blades الستاتيك بريشر at the runner exit maybe less than atmosphere يعني ممكن يكون الضغط في الخروج أقل من الاتموسفيريك بريشر ولذلك لازم يكون جميع المسارات الخاصة بالمية داخل الرانر بتكون full of water بتكون مليانة بالمية التغير اللي بيحصل في الضغط أثناء مروره بالريشة يسمى Reaction Breacher ومن هنا جيمه يسمى Reaction Turbines وهذا الجزء من التغير هو الذي يمثل الباور أو جزء من الباور اللي بيمكن استخراجها أو الحصول عليها من فرانسيس تربين بتكون فرانسيس تربين سيوتابول فور ميديم هيد من 45 ل400 متر وبتكون كمية الفلوريت ميديم مقارنة بالكابلن تربين وبتكون مقارنة أيضا بالبيلتون تربين البيلتون بتكون مع اللو فلوريت والهاي هيد والكابلن بتكون مع اللو هيد وهي فلوريت أما الفرانسيس هي ميديم في الهيد وميديم في الفلوريت فرانسيس تربين انستوليشن زي الصورة دي ما بتوضح بيتم تركيب الفرانسيس تربين في مصار الماء اللي بيبقى جاي من خلف سد طبعا بيبدأ يمر على الرياش الخاصة بفرانسيس وبيدف الرياش ديت ويحركها بيحرك الرانر وبينقل الحركة للشافت اللي بدوره وبينقلها للجينيريتور علشان يولد الكهربا وده بيخلينا نظهر بعض المكونات الرئيسية لفرانسيس الكيسينج اللي بيمشي فيها وتسمى الفوليوت أو السبيرال كيس ثم الرياش التوجيه جايد فانز ومنها الى الرانر او البيليد رانر الرياش الدوارة واللي هي بتاخد الحركة من الماء دي صورة مقطع بيبين مكونات الفرانسيس تربين بنبدأ بالسبيرال كيسينج ومنها طبعا الفلو بيدخل بالنسبة للصورة دي عمودي كده على الصورة او في المقطع الاخر بيدخل بهذا الشكل ثم يقابلوا رياش التوجيه الفلو بيجي يملى جميع الباسج وبيبدأ يمر من خلال رياش التوجيه اللي هي موجودة في هذا المقطع بالشكل ده منها الى الرانر اللي بيبدأ يدور وين الحركة الى الشافت ولذلك المكونات الرئيسية لفرانسيس تربين تتمثل في الشافت الرانر الجايد بليدز والسبيرال كيسينج الجايد بليدز دي احيانا بتكون قابلة للحركة ويمكن تغيير اتجاهها حسب كمية الفلوريت اللي بتمر او حسب البور الريكوايرد من التربينة ترجمة نانسي قنقر